أرسوا بأرواحهم ودمائهم الطاغرة دفاعاً عن الوطن وكرامها وأرسوا بدمائهم الأمنة والسلامة في رجوع مصرنا الغالية السادة الحضور انتصار العاشر من رمضان سيظل نقطة مذيئة في تاريخ بطولات مصر شاهدة على قوة وإرادة الجيش المصري العظيم ودرساً في الانتماء وحب الوطن رحم الله شهداء مصر الأبرار وتحية شكر وتقدير وشرفنا في ندوة اليوم سيادة اليواء أركان حرب دكتور سامير فارد وسيادة اليواء تخرج من الكليات الحربية والتحق بسلاح المشاة ليتدرر في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيتي وتخرج سيادته من كليات أركان حرب المصرية والتحق بعدها بكلية كاملية الملكية لأركان الحرب بإنجلترا وعين مدرساً فيها فور تخرج ليكون بذلك أول ضابط خارج حلف النيتو والكومن والثئي يعين في هذا المناصب شارك سيادته في حرب أكتوبر 1973 وتولى العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية في هيئة العمليات وهيئة البخوص العسكرية عمل مدرساً في معهد المشاة ومدرساً بكلية القادة والأركان ومديراً لمكتب مدير عام المخابرات وملحقاً عسكرياً بعدد من الدول تولى سيادته عدداً من المناصب المدنية رئيساً بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر التي تم تحويلها لمحافظة وتولى سيادته كأول محافظ لها حصل سيادته على لسانس الأداء قسم التاريخ من جامعة إنشمس فهو ابن جهاز للجامعة العريقة ودلوم إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ودرجة الدكتورة عن دور الإعلام في إعلان الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري نسوا عداء النهاردة بوجودة في جامعة عين شمس في اللقاء السنوي ونحتفل بذكرى أجمل انتظار وأغلى انتظار عاملته مصر السادس من أكتوبر باللقاء بتاعنا مع جيل جديد مع الشباب اللي لازم يعرف تاريخ مصر وتاريخ أعظم انتصار تم في الحصر الحديث قامت به القوات المسلحة بيهمنا نعرض المراحل اللي تمت فيها الحرب وإيه اللي تم خلال الفترة اللي فاتت وإن ست سنين في حرب الاستنزاف إيه اللي قدمه الشعب المصري عشان جيشه ينتصر وكان العظم اللي قامتها القوات المسلحة وإنها اختحمت خط برليف واختحمت خنات السويس وعملت معجزة عسكرية بتتدرس النهاردة في كل جيوش العالم يعني وانا صغير كنا بندرس الحرب العالمية التانية العالمين ومعركة العالمين ورومل النهاردة العالم كله بيدرس ايه؟ معركة ستة أكتوبر أو زي ما بيسموها ناك يوم كيبور فالنهاردة من حق أولادنا وسببنا يعرفوا الأباء والأجداد إزاي قدروا هذه المعركة إزاي مصر حقاية النصر إزاي الشعب وقف مع الجيش إزاي الشعب وقف مع الدولة ووقف مع الرئيس عبد الناصر لما تنعها والشعب يطلع وقال له لا لازم تكمل معنا المشوار إزاي نجيما الحمى أنبيها جيش والشعب ورؤوساء مصر العظام رئيس جميع عبد الناصر ورئيس محمد أنور السيدات البطل فعشان كده النهاردة ده دورنا نحكي لهم ونوعيهم ونجاوب على أي أسئلة حتى لو كان في أسئلة إحنا بنعوش فيها في الوقت الحاضر وده دورنا شكرا أهلا وسهلا بيكو في جامعة إن شمس وإحنا في احتفالات أكتوبر يمكن دي بتبقى مناسبة مهمة جدا وبنستطيف النهاردة سيدة اللي هو سامير فرج اللي هو من أهم المؤرخين عن حرب أكتوبر أهمية هذا الحدث إن إحنا بنرفع الوعي أخبائك والطالبة يعرفوا تاريخ بلدهم يعرفوا تحديات أخبائك الموجودة ويمكن حرب أكتوبر نهاردة إحنا الزكرة الواحد وخمسين أكيد طبعا أجال الصغيرة دي يعني ما كانتش موجودة أخبائك في الوقت ده فدورنا دايما إن إحنا نفكرهم دورنا إن إحنا نفكرهم بالتحديات اللي بتبقى موجودة حواليهم أعتقد إن دي مناسبة مهمة جدا وهو الموضوع ممكن الاحتفالات أكتوبر هي ممتدة في الجامعة ممكن ببداية العامة الدراسية وممتدة كمان فترة الهدف كله منها مش مجرد احتفالية ولكن هي زيادة الوعي لطلبة الجامعة اللي هتبقى هي قيادات المستقبل في المستقبل القريب إن شاء الله طبعا على هامش الاحتفال اللي احنا عاملين برضو يعني الكرال واخبائك موجود واخبائك ويحتفل مع الطلبة كده بأغاني الوطنية اللي كانت موجودة في احتفالات أكتوبر إحنا دايما بنركز على الأنشاطة الثقافية والأنشاطة الفنية إن هو برضو دور الجامعة زي ما هي بتعمل زيادة التعليم وزيادة الوعي بقضايا الوطن في نفس الوقت وهو بناء الشخصية وبناء القدرات وبناء الشخصية وبناء القدرات دايما ما بيجيش إلا بالتعبير واخبائك عن الامكانيات بقى سواء كانت امكانات صخفية امكانات فنية امكانات رياضية فالنهار ده بس في الكرال الجامعة يعني بعد الندوة سيد اللي هو سبير فرج هيكون برضو فيه احتفالية كده مع الطلبة بالمناسبة الجميلة وفيها أغاني وطنية وإن شاء الله يعني تنبسطوا معنا إن شاء الله تلفزيون المصري في جامعة عين شمس العريقة في مستهل ندوة اليوم في مستهل الموسم الثقافي والفني للجامعة ندوة تحمل عنوان من انتصارات أكتوبر المجيدة إلى إنجازات الجمهورية الجديدة ندوة تجمع بين الماضي والمستقبل ندوة الهدف الأساسي منها أن يعلم طلاب جامعة عين شمس قيمة ما بوزل وقيمة التضحيات حتى يستلهموا منها قيمة الوطن وكيفية الحفاظ على مقدرات هذه الدولة من خلال نحن نعرف قدر التضحيات ندوة اليوم بنظامها قطاع شؤون خدمة المجتمع وقطاع التعليم والطلاب في الجامعة بالتعاون مع كلية الإعلام وأسرة من أجل مصر المركزية الحقيقة أنه بيشرفنا اليوم في ندوة اليوم سيادة اللواء أركان حارب دكتور سامير فارج وهو مدير الأسبق لأشؤون المعنوية بالقوات المسلحة ومحافظ الأقصر السابق سيادته تدرك في العديد من المناصب المدنية والعسكرية وكان من أصغر القاضة المشاركين في حرب أكتوبر وبالتالي لديه الكثير أنه ينقلوا لطلاب الإعلام لأن الندوة كانت جزء إعلام الأمن القومي مخطة التمويه الاستراتيجي كيف استخدم الإعلام فيها مدور الإعلام في هذه الفترة التاريخية اللي ما عاشها الشبابنا قبل الحرب أثناء الحرب بعد الحرب وبالتالي تنتقل إليهم خبرة حياتية كبيرة عن قيمة الوطن وكيفية الحفاظ على مقدراته وكيفية أن نحمي بلدنا وننتقل من الماضي المجيد إلى مستقبل إن شاء الله أكثر إشراقا من خلال إنجازات الجمهورية الجديدة زي نحن نكون أكثر فاعلين في معرفة قيمة الوطن وسط سراعات وأزمات إقليمية كبيرة في المنطقة نستلهم الذكرى الواحد وخمسين نستمد منها القوة والأمل في مستقبل أفضل لمصر بالنسبة لفكرة مشاركة الكرال طبعاً ستكعرف أن جامعة عن شمس مهتمة جداً بالأنشطة الطلابية سواء بالنسبة للكرال أو فرق المسرح اللي دايماً بتقام لها مسابقات وتحصد الكثير من الجوائز في المهرجانات الخارجية وفرق الرياضية وغيره فبالتالي جامعة عن شمس جامعة عن شمس تمتلك أكثر من كرال أحد هذه الكرالات لزاوي الهمم أيضاً فالكرال مهم أنه ينقل للطلاب نبض الوطن الأغاني اللي قدمت في هذه الفترة واللي إحنا بنسمحها حالياً وأنا نتفاعل معها يمكن يكون شبابنا يعني معاش هذه الفترة التاريخية فبالتالي ما يعرفهاش مهم أنه يعيش هذه الأجواء كيف عيشنا هذه الأجواء من 51 سنة وإزاي نحنا بنحي هذه الذكرى وإزاي نحنا بنحيها ليس فقط من خلال خبراء الاستراتيجيين طبعاً زي معالي اللواء الدكتور سمير فرج إنما أيضاً من خلال الشباب المدر قيمة الإنجاز وبيتفاعل معه ويعمل من أجل إمتاع زميله بالأغاني الوطنية القيمة وميدلي قيم وأغاني قيمة جداً بإن كان إحنا بناخد المعلومات الثقافية والفنية والإعلامية والسياسية والاستراتيجية من سيادة اللواء فهناخد الحصة الوطنية الفنية لأنه هتكعرف الفن قوة نعمة فهناخد الحصة الفنية القيمة من خلال كران أون إن شاء الله في مجموعة من الأغاني الوطنية إن شاء الله تستعيد روح أكتوبر روح العزة والكرام الدين عبد الحليم وكيل كلية تربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والله إحنا عندنا طبعاً انتصارات أكتوبر ده ليس ذكرى في يوم واحد وإنما إحنا بنكلم عليها عبارة عن شيء بيبقى موجود في قلب بكل الطلاب بتوعنا إحنا عندنا أصلاً يعني مواد كتير جداً جداً تبع الجامعة عين شمس بتركز قوي قوي على المواطنة وتكلم على حب الوطن وتكلم على تقدير الكفاح اللي موجود في مصر كلها وبتيجي الفرصة بقى بتاعة 6 أكتوبر دي بنحاول في جامعة عين شمس طبعاً من خلال الدكتورة غادة ومن خلال معالي رئيس الجامعة إنه هو يستقطب الناس الكبيرة قوي على مستوى مصر كلها عشان تيجي تكلم الأولاد ويكون هما ناس محاصرين يعني الدكتور سامير فرج من الناس الكبيرة قوي اللي يعتبر مؤرخ من المؤرخين لـ 6 أكتوبر وكل قطاعات الحروب كلها خلال الفترة اللي فاتت وبالتالي حتى المعلومات بتاعته تبقى فيها نوع من أنواع الموثوقية معينة وبيدي فعلاً معلومات قوية جداً جداً لولدنا فهو الموضوع كله ليس يوم إحنا بنحتفل به وبعد كده يتنسي طول العام كله وإنما هو عبارة عن تجديد كل سنة ولكن بنيجي في الوقت ده بنحاول نزود الجرعة شوية لولدنا عشان نقدر تتم الاستفادة على مستوى الطلاب وعلى مستوى الموظفين وعلى مستوى أعضائه التدريس بالجامعة والله إحنا بصي إحنا على مستوى كل كليات الجامعة عندنا احتفاليات بأكتوبر كل كلية بتقوم بهذا الموضوع ولكن السنة دي الجامعة حاولت أنها تركز أكتر وبحيث يبقى الجامع يكون موجود لكل عمداء الكليات وكل وكلاء الكليات يكونوا موجودين وكل قطاع خدمة المجتمع وكل قطاعات الجامعة النهاردة وتحت رعاية رئيس الجامعة فالموضوع السنة دي إلى حد ما ليه القوة شوية ولما جوم يختاروا حاولوا برضو يختاروا حد يكون له سرد كبير أو ليه عدد كبير جداً جداً من المحبين اللي هو الدكتور سمير فرج عشان كده الحدث فعلاً يساوي هذا القدر من هذا الرجل الكبير أو اللي هو اللي هو سمير فرج أقول إن جامعة عن شمس بتهتم بالتجربة بتاعة الطالب في الجامعة التجربة الجامعية المتكملة الجامعة على فكرة مش مكان الطالب يتعلم فيه ويتلقى فيه العلم بس إحنا دلوقتي فيه في جيل التكنولوجيا عايز أقول إن الطلاب ممكن يكونوا بياخدوا محتوى علمي غاية في الأهمية من خلال اليوتيوب والإنترنت دلوقتي فالعلم الواحده مش هو الأهم هو بالنسبة لنا التجربة الكاملة تجربة كاملة يعني انخراط الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة سواء أنشطة فنية أنشطة ثقافية كمان موضوع التطوع إحنا عندنا طلاب كتير جدا بيشتركوا فيه المشروعات والحاجات التطوعية اللي بتخدم المجتمع الطلاب كتير جدا بيشتركوا بيساعدوا زميلهم اللي هم عندهم سواء تعصر ليه علاقة بالعلم أو الطلاب زويل همم فانخراط الطالب في المجتمع وانخراطه في قضايا مجتمعه وأنه يعيش التجربة الجامعية متكملة هو ده هدف جامعة عن شمس وعلشان كده بنعمل كل الأنشطة دي التي لا تتوقف سواء أثناء الدراسة أو أثناء الأجازة طبعا إحنا عندنا مش فريق واحد ده اللي أنا عايز أقوله أن جامعة عن شمس كل سنة بتطلع فريق وفرق القرى اللي عندنا متميزة جدا كان عندنا فريق طبعا روح الشرق قبل كده وفريق هارموني عربي ودلوقتي فريق أون وفيه فرق تانية كمان صغيرة جوه الكليات اللي منها بيتم بقى انتخاب الفريق الرئيسي بتاع الجامعة بعد كده فهي زي ما قلت رحيتك هي عملية متواصلة ومستمرة الطلبة بيتخرجوا بيجوا طلبة تانين بتبقى فرصة إحنا بنطيح لهم في الجامعة كل اللي قلنا نقول الخدمات والتسهيلات اللي تساعدهم أن هما ينموا مواهبهم ويظهروا وأن هما يشتركوا في هذه الأنشطة ويطلعوا باسم الجامعة وانت لو شفتي الفريق وهو بيتعامل مع بعضه وإزاي هما والقائد بتاعهم إزاي الدنيا الروح العائلية الروح الشبابية الجميلة فيهم هتحسي هو ده الروح اللي بتطلع وهم بيغنوا هي الفكرة مش إنه فريق بيقول كلام أو بيغني كلام هي الروح بتاعت الفريق هي اللي بتطلع أنا عايزة أقول إن إحنا كل سنة إحنا أكتوبر بالنسبة لنا كل سنة فرصة هايلة إن إحنا نستضيف سيادة الليوة سمير فرج لأنه غير شخصيته الجميلة وطريقته الشيقة اللي بتشد الطلاب في طرح وفي حكاية القصص الانتصارات المختلفة هو كمان من أبناء جامعة عن شمس وإحنا بنبقى حارسين دايماً إنه فترة شهر أكتوبر دي لازم تعدي ويكون أبناءنا الطلاب كلهم حاسين بالفخر وفاهمين القصة وفاهمين معنى الانتصار قائد فريق كورال أون جامعة عن شمس هي البداية إن إحنا طلبة جامعة عن شمس متواجدين في النشاط بيتم تطوير من خلال المسارح من خلال البروفات اللي إحنا بنحضرها من خلال مسارح جامعة عن شمس فتوفير ده وتوفير البيئة اللي حوالينا خلنا نقدر نعمل البروفات اللي من خلالها بنقدر نعمل الحفلات اللي مش بس جمهور في الحفلات بيشوفها لا كمان جمهور السوشال ميديا بيشوفها فبيلقى انتشار واسع الحمد لله فييجي الرقم واحد وفعاً في الأساس هو توفير البيئة اللي أنا قدر من خلالها أشتغل كبروفات فمن خلال حضرتك حابب أشكر طبعاً جامعيتي جامعة عين شمس على توفير كل سبل الراحة أولاً هو في البداية طلبة وأنا ببتدي أشوف العناصر اللي هتخليني أنا أقدر أشارك بهم في حفلات بيحصل من خلال اوديشن ببتدي أختار الفريق وبتدي أسمع أصوات الموجودة في الجامعة والمناسب بالنسبة لي ببتدي أبلغه أنه هو خلاص بقى معاه في التيم وبنبتدي بقى نشتغل من خلال البروفات بنشوف الحدث نفسه بيبقى عبارة عن إيه ولو حدث وطني بنبتدي نشوف الأغاني الوطنية لو حدث ليه علاقة بيعني أياً كان إيه نوع الإيفنت يعني بنشوف الإيفنت نفسه ومن خلاله بننسق الأغاني بتبقى من اختياري مش بس أغاني يعني بتبقى لوحدها بتبقى كمان عندنا شغل كوكتيل وميدلي تجميع أغاني مع بعض يعني فبقى كله من خلالي وببتدي أبلغ به الأفراد الكورالية طبعاً حدث زي ده انتصارات أكتوبر ده حدث عظيم جداً وبالتالي بيبقى محتاجين يعني نحضر له من بدري بتدينا نشتغل بروفات من ثلاثة أيام ده وقت بالنسبة لي ممكن يبانن لهو وقته ليل بس ده وقته كافي جداً لأن الكورال الحمد لله عندي بقى وصل لمرحلة بروفشنال إنه هو يقدر في وقت وليل نقدر نشتغل كم كبير من الأغاني فاستعدنا من خلال أماكن الجامعة المسارح وإلقاعات إنه إحنا نبتدي نعمل بروفات ونشتغل بشكل منتظم ونزبط أغانينا والكوكتيلات وإحنا النهاردة إن شاء الله جاهزين وأتمنى تكونوا ما تبستوا معانا إن شاء الله يعني أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي أغاني بجد بتلمسني في حرب أكتوبر عاش الأل الأغنية دي بالنسبة لي جميلة جداً وأغنية رايحين شايلين في إدنى السلاح دي أهم العناصر في الأغاني بالنسبة لي طبعاً تطرقنا لنوع الأغاني الحديثة شيرين ما شربتش من لها على الربابة بأغاني يا حبيبتي يا مصر اللي ما فيش مناسبة وطنية ما بتبقاش فيها الأغنية دي فتطرقنا لأكتر من جانب يعني من الأغاني الوطنية الحمسية حسن رئيس فريق كرة الأون أولاً في الأول الأخير إحنا إخوات قبل أي حاجة أو صحب فدائماً عادتنا مع بعض سوا وكي طبعاً كل سنة بنسمع أغاني تنتصرات أكتوبر في كل سنة بنشوفها على التلفزيون وفي الإعنانات فطبعاً عندنا مخزون أغاني بنسمعها عطول دايماً في الإعنانات في عارفين ده فبنقب مع بعض سوا اللي بنبقى عادت بنغلل الأغاني دي فلما بنجي مثلاً مايسترو بيجي في بروفا فلو حد عنده اقتراح بيكترح الأغاني سوا نقول فيه أغنية طبعاً أغاني كلها معرفة لأي حد مصري بيحتفل بها في أي حتة وده فأخر إلينا طبعاً فلا من عادية عطول بنزل بروفات طبعاً بتبقى الميسترو اللي بيحدد معدل بروفات دي بيبقى فيه بروفة إسباعية بنحدد فيها عشان نتدرب فيها على الأغاني المنغنيها وبنعمل تدريبات دايماً على الفوكاليز والأصوات ويعرفنا المقامات الموسيقية والحاجات دي كلها أكيد طبعاً مايسترو بيبقى ليه هو الخبرة اللي بيعلننا كل ده بيحول يفيدنا بالمعلومات اللي عندي بيقدر نحواناً دي كلها مدنا الدعم ده كلها حتى نبقى منغني بيقدم الحاجة اللي احنا جببان دي حابين الثوال نحنا نحاول ندأي حاجة للبلد عن طريق مسلاً مايهوكى وحاجة اللي احنا نقدمها لها فكي طبعاً الجامعة طبعاً بنشكورها على الدعم اللي بيقدرنا دائماً دي شكراً عضو في لثبتة الجامعة الشامس احنا في الأول يعني أنا قدمتة طبعاً كلمت الماسترو دخلت الماسترو من الأول ثم اضطروا ميسج على الجروب ودخلت طبعاً مايسترو بيختار الناس على أساس الأصوات وبيعمل يعني بيشوف الأصوات وكده يدخلهم مكرال احنا عندي عندنا بروفات دائماً بشكل مستمر سواء في الجامعة أو احنا بنروح مكان مورا طبعاً دائماً البروفات بتبقى في الجامعة رئيس الجامعة بيوفر لنا دا يعني إن إحنا نتمرن وبيقدروا طبعاً الموايهب اللي عندنا فبيبقى في مكان إن إحنا نتمرن فيه ونغني وبيبقى فيها حفارات طبعاً الجامعة أو بوراً الجامعة سواء في التلفزيون أو كده الموايسترو طبعاً بيعرفنا قابليها بننزل بروفات أكيد النشاط للثقافي دا بيدعمني وبيخليني بقى مثلاً أحب أن أروح الجامعة أكتر بطلع يعني النيجاتيب انرجي اللي عندي في الغنى لأن أنا بحب الغنى جداً من زمان فبيخليه طبعاً أنا أذاكر أروح الامتحانات يعني عندي طاقة أكتر إن أنا أذاكر أذاكر